اهلا بحضراتكم من جديد عقب نهاية مباراة الاهل وسبورتنج في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لدور كرة اليد للسيدات وفوز فريق كرة اليد للنادي الاهل على سبورتنج بنتيجة 2019 كامباك ورمونتادة رائعة لفريق الأنسات في الشوت الثاني استطاوا بالتأكيد في الشوت الثاني يعني الفوز بنتيجة أفضل من الشوت الأول يمكن الشوت الثاني حققه نتيجة عشر سبعة ومع فرق الأهداف تنتهي المباراة بفوز الأهل 20-19 بالتأكيد انتصار مهم جدا خلاص لا يتبقى سوى خطوة بسيطة على تحقيق اللقب على الأقل التعادل غدا أمام الشمس يضمن للأهل لقب دوري كرة اليد للسيدات لكن سريعا أذهب مباشرة إلى صالة سيتي كلاب في ملعب إلا السلام عشان نتعرف من زمينا محمد توفيق مراسل قناة الأهل آخر الأهبار والأجواء وكمان لقاءات مهمة جدا مع الجهاز الفن بقيادة كابتن يحيى يوسف تفضل يا محمد سهل الخير يا محمد تحاية ليك من جيد براحة بيكم بضيفة القرام في الستوديو وكمية مشاهدة قناة النادي الأهلي ألف مبروك للفوز للنادي الأهلي النهاردة يمكن مباراة صعبة لكن مدير الفن الفريق كابتن يحيى يوسف اللي معانا حالا نراتها على الهواء يمكن كابتن يحيى مباراة صعبة راحت وجد كذا مرة مراحل كتير أو في مباراة لكن كنت قادر على التعامل معها خاصة في بداية الشرطان الأول حاجة براحة بقاءات الأهلي وكابتن هايسم وكابتن محمد عبدالله معانا حالا سعيد معانا نهاردة في الستوديو معا كابتن ياسر صلاح وكابتن محمد عبدالله صلاح وكابتن محمد عبدالله طبعا نحييهم طبعا أول حاجة بقول الحمد لله على المكسب كان مرش صعبة طبعا فريق سبورت وفريق محترمة ومصنفة أصلا وكان مرش بالنسبة لنا ده يعتبر النهائي برضو أنه هو الخاصران فينا يعني هو خاصة دلوقتي بعد عن الأول والتاني هو كلا خلاص هو بيلعب على التالت مثلا ولا حاجة أو كسب بكرة ما عرفش طبعا المرش كان صعب جدا والبلاد كانوا متنشرين أو عدم تركيز شوية هو ده اللي خللنا المرش كده احنا وصلنا لفرق اتنين مثلا كذا مرة بس عدم تركيز طبعا إلي احنا كنا خاصلين شهد الأولين لفرق اتنين اللي هنرجع والحمد لله ده دي حاجة كويسة بس هو الدنيا كايتمش مظبوطة شوية أتمنى إن شاء الله بكرة ده نهائي بكرة ده الأهم بالنسبة لنا إنه هنركز فيه وركز مرش بكرة 60 دقيقة هي البطولة تعب السنة كله في 60 دقيقة بكرة إن شاء الله أتمنى اللي بكرة ربنا يكرمنا إن شاء الله ونحق الهدف بتاعنا البطولة كانت يا عايزة ما قلت حاليك ممكن ان الشترة قد نكون متأخرين بعد عين 12 سبورتينج 10 الأهلي لكن معبدالات شوية الثانية أربع أهداف متتالية يمكن كمان غيرتوا أسلوب الدفاع أعتقد ده كان نقطة التحول في مورا نار أكيد طبعا أكلمتهم على موضوع كان عندنا مشكلة في الدفاع بالنسبة لفرود عند سبورتينج كنا خسرانين 12 عشر الحمد لله جبنا خمس تجوان مطلعين في فرق ثلاثة عشان كان فيه شوية روح طبعا بالنسبة لنا الروح هي دي المهمة والدفاع الجيد وطبعا وحرصة المرمس كايت غادة كانوا موفقين بس هي دي اللي كانت النقطة بالنسبة لنا حد الدفاع لقد كنا زبطنا الدفاع هو ده اللي يفرق بأي فرقة عايز تكسر بذلك يمتدفع كويس وده اللي فرق معنا شوية نحنا فرق اثنين وفرق ثلاثة هو ده اللي فرق معنا نات المباراة اللي نتخلص على كده طبعا المرش ده صعب طبعا في الاسبورتفوري المحترمة وإنحنا نكسب ده الحمد لله فضل عند ربنا وإن شاء الله بكرة ربنا يكرمنا إن شاء الله ومارش الشمس ونكسبه وناخد البطولة إن شاء الله كذلك قلت فضل ستين دي على البطولة خطواتين الحمد لله عدنا ومفضل الخطوة الأخيرة بكرة هتقول اللعباتك خاصة أنه فيش وقت يعني من الكلام في 24 ساعة هتلعب مباراة هاي على طبعا هلوم التركيز شوية إن شاء الله البطولة بتاعتنا تعبكو كله بتاع السنة كلها في ستين دي بكرة لازم أتعب وركز عشان دي ده فاينل ده نهائي بالنسبالك ماينفعش فيه الإسم على اتنين لازم تكسب إن شاء الله عشان ربنا يكرمك ووهدو ربنا إن شاء الله ندرس الشمس بكرة إن شاء الله وربنا يكرمنا بكرة بالفوز والبطولة إن شاء الله شكرا بكرة نيحيا بتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله بكرة تفرح كل جميل النادي الأهلي بالبطولة شكرا 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 زميل عزيز محمد سعيد دقل لقانة مع المدير الفاني الفاني كابتن يحي يوسف كل التهناء وكل المباركة الجميل النادي الأهلي مبارك بيرا و لكن حتى سيدات النادي الأهلي قدد الثقة و قدد المعاد وحقاول نهاردة الفوز و اعتقد فاضل زي ما كابتن يحي قال ستين دي على البطولة وإن شاء الله البطولة تبقى في دنيا البطولة النادي الأهلي الكلمة ليكة محمد ومست基یر معك في باكات الدلقاءات إن شاء الله بإذن الله زميل عزيز محمد تتوفير اللقاء مهم جداً كان مع الكابتن ياحي يوسف بن باركلو بالتأكيد على الانتصار والنتيجة الجيدة النهاردة أمام فريس بورتنج رغم صعوبة المباراة ومجريات المباراة والأهداف اللي راحت هنا وهنا وحتى إهدار كسير جداً من رقالات الجزاء أو رميات الجزاء داخل الملعب بالتأكيد كانت ممكن يكون لها تأثير سلبي على نتيجة النهاردة كابتن ياسر صراح ألف مبروك كابتن محمد عبدالله ألف مبروك المباراة اللي يبص على النتيجة من غير ما يتفرج علماتش يقولك المباراة كانت صعبة على الفرقتين لكن كم إهدار الفرص كان كتير قوي حتى رميات الجزاء أربع رميات جزاء يطيح عليك كفين مباراة كلهم تم إهدارهم ده أسبابه إيه هل ممكن خوف من الخسارة انت داخل في مراحل حسامة الآن من النتيجة ما تكونش ممكن تكون سلبية فتخسر اللقب بعد مجهود مصم طويل تقييمك للأحداث ومجريات الظروف في هذه المباراة طبعا مبروك للنادي الأهلي مباراة النهاردة فرقة طبعا هتفرق كتير معنا هنبقى بكرة شوية مرتحين مستون عمر الأهلي بالعب على المكسب في توطر جريب في النادي الأهلي اللعيبة متوترة جدا هو ده اللي كان مسبب قلق للعيبة مستعجلين على المكسب مجرد ما بدأ يزبط الدفاع في بداية الشوت الثاني انت قد تاخد الشوت الثاني قصام فرق اثنين ان انت ما لغيت السنترهاف بتاعهم انت لميت وكسبت اصبح ما عندوش حد تاني لميت فاست بريك الماتش انت عليت فرق ثلاثة وعلى كده رجعوه تاني نجمة المباراة اللي انا شايفه وبالذات غادة حسام انها شايرة ضرب الجزاء في وقت قاتل في دقيقة 27 وكسر دي فرق كتير قوي كانت هتقدل موازين المباراة ارجعلكم تاني لان بالتأكيد عندنا اللقاءات على الهواء مباشرة من صالة سيتي كلاب اروح للزاميلة العزيزة روزان ناصر ومعها ايضا لقاءات مهمة عقب نهاية اللقاءة فضاليا روزان من جديد زميلة العزيز محمد سعيد براحب بيك مرة تانية وبرحب بديوفك الكرام في الستوديو وبرحب كمان بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان الف مبروك طبعا نفوز نادي الاهلي على سبورتينج النهاردة مباراة صعبة جدا معي النهاردة واحدة من نجوم فريق نادي الاهلي ناصر عيد براحب بيك طبعا في البداية على شاشة قناة الاهلي يعني النهاردة مباراة كانت صعبة جدا استعديتوا ليها ازاي والله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا براحب بديوف المحترمين كابتن محمد سعيد وكابتن ياسر صلاح وكابتن محمد عبدالله ودربيني وصحاب فضل علاية كبير والله الحمد لله مباراة صعبة ما كناش عايزين نحط نفسنا في حزب بيم احنا النهاردة عندنا 8 بنت بكرا ان شاء الله لازم نكسب احنا واخدين عهد بنا وبين نفسينا عشان احنا في بطولة خسرناها ان احنا لازم ناخد بطولة الدورة دي بطولة الدورة دي صعبة قوي بالنسبة لنا موسم طويل قوي في النهاية في الاخر اللي احنا كل واحد فينا طلع بواحد بونت واحد اتنين بونت حاجات كده فدي كانت حزبة غريبة قوي كنا مركزين في المباراة النهاردة احنا بنضيع فرص صغيرة جدا هي اللي بتخلينا نعقرب في الماتش بس الحمد لله بكرا مباراة ما فيهاش الاسم على اتنين نقدر بكرا ان شاء الله نعود وناخد اللقب نحافظ عليه ان شاء الله وربنا كريم ان شاء الله عدينا طبعا يعني خطوطين من ثلاث خطوات شايفة بقى مباراة بكرا ازاي يعني اصعب من مباراة النهاردة ولا بالنسبة لك وصحة كل ماتش ولي زروف فرقة الشمس فرقة كويسة عندها عناصر كويسة جدا احنا النادي الاهلي علمنا ما فيش مستحيل الراجل في الملعب هتكسب وتاخد البطولة مش هتبقى الراجل مش هتكسب وإحنا زي ما قلت لك اللي احنا واخدين عاحد على نفسينا ان البطولة دي مش هتخرج براء النادي احنا طول الموسم تعبنين وتعبنا جدا جدا اكتر فريق تعف في مجال الهانبول يعني فريق السيدات فاكيد ربنا مش هدعى تعبنا وإحنا واسكين من ربنا وفينا تعبنا مش هديع الفاضي وإن شاء الله نذاكر كويس نركز على أخطأنا ونقدر نكرم ربنا يكرمنا بكرا نكسب البطولة إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق ليك يا كابتن بشكرك جدا ده كان لقاءنا مع كابتن نصر عيد يعني عودة لك يا محمد مرة تانية للستوديو شكرا لك يا روزان وكلام مهم جدا وتصرح حتى مهمة من وعترفة كابتن ياسر حتى أنه كان فيه إهدار فرص عديدة جدا تفضل حضرتك طبعا الإهدار ده سبب جميعا أقول له حضرتك التوتر كور سهلة جدا مضيعة شوية لغبطة حصلت أمينة برضو وغضة في طايم صعب شوية ديئتين كل كلام ده خبرات أعتقد أن بكرة هيبقى فيه شكل تاني للنادي الأهلي أعصابه لازم تبقى هادية شوية تنظميا هيبقى أحسن عايزين بس نركز كويس نقل الأخطاء بتاعتنا عشان نقدر نعدي بالمباراة من أول دقيقة وأنا شايف أن عنده المحترفة سندوس لما بدأت تقش المباراة راح كورتين كويسين جدا أرجو أنها يبقى لها شكل تاني وتبقى أحسن في مطش غد بإذن الله أكيد طيب ده كان كلام مهم جدا من الكابتن ياسي صلاح قبل بروح للكابتن محمد عبد الله أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل إنشاء محمد توفيق طيب نروح لمحمد توفيق من صالة سيتي كلاب ولقاءات أخرى بالتأكيد عاقب فوز الأهل على سبورتيك من جديد ما نضم ليه كانت المحمد سعيد ويوف الكرام في الاستوديو كل جمهيري النادي أعرف كل مكان معنا واحدة من نجمية النادي الأهل النهاردة والذي كان لهم دور كبير جدا أساموا مباراة أمينة عاطف يعني أمينة النهاردة مبركة صعبة لكن كنت أقضى ساقط الجاز الفني وجمهيري النادي الأهل في كل نهاردة ممكن صعبة شوية خاصة كمان الديئتين التارضة لأخذتهم في الشروع الثاني لكن الحمد لله يدينا نرجع ونحقق مكسب مهم نهاردة الحمد لله إحنا كماتش صعب إحنا كنا محضرين كويس جدا للماتش ده لأن إنت عارف إحنا قسرنا بالكاس فإحنا عارف مضغطين قوي اللي هو مضغطين تحت ضغط أن البطولة مش تطلع بره من نادي فإن فعلا منها بتحت ضغط جامد قوي فتلاقينا مركزين زيادة من اللزوم بس الحمد لله ماتش عدى في كل حاجة فيه إحنا كنا رجالة بشكر كل فرقتي بصراحة كان فيه غياب التوفيق شوية في بعض الرامات الجزائية لكن أعتقد توقيتات كابتن يحيا يوسف النهاردة في التايم قوت وكمان يمكن بين الشرطين تعليماته عملت تحول كبير جدا في بداية شرطين أوه الحمد لله وقال لنا أن إحنا نهدى إحنا كنا متسرعين قوي قلنا نهدى وإن شاء الله نكسب وكذا وإحنا فعلا لما هدينا الملعب وركزنا يعني زي ما نشوفت الحمد لله ربنا وفقنا الحمد لله الحمد لله إمكان عدنا خطوتين يعني برح الزمالك والنهار ده سبورتنج فاضل بس 60 ديئة بكرة قدام الشمس إحنا الأول التعادل يكفينا ولكن طبعا أكيد هتلعبوا على الفوز بكرة يعني هتتكلموا على بعض في إيه والحديث اللي هتجمعكم أنتو كلاعبين وهتتعادوا علي بكرة إحنا طبعا ما بنلعبش على التعادل خالص إحنا عايزين نكسب ونكسب فرق محترم يليق بينا وبالنادي الأهلي لأن إحنا فعلا نستحق ورجالة تعبنا ما فيش حد بيتعب زينا فنوعة جمهورة ندي الأهلي إن إحنا إن شاء الله البطولة دي مطلعش بره إن شاء الله بإذن الله شكرا أمينة وبنطملكم التوفيق وإن شاء الله بكرة موفيين وإن شاء الله تهدوا البطولة بكرة الجمهور ندي الأهلي إن شاء الله شكرا محمد دكت اللقاء مع أمينة عاطف زي ما ألتلك واحد النهاردة من نجمات فريق النادي الأهلي وكل اللعبة للنادي الأهلي بصراحة نجوم يعني كل التوفيق إن شاء الله وستين دي أبكرة إن شاء الله بعدها يتوج النادي الأهلي بلقب بطولة الدوري ويبقى دايما البطل هو النادي الأهلي ويبقى البطولة في دولابها المفضل هو دولاب بطولات النادي الأهلي كلمة ليكا محمد ومكملين في بقية اللقاءات بإذن الله بإذن الله إن شاء الله شكرا جزيلا للزميل العزيزة محمد توفي على زي التغطية من صالة سيتي كلاب في ملعب السلام لكن بالتأكيد أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع نواصل حوارنا مع ديوفي عن فوز الأهلي على سبورتينج أهلا بحضراتكم من جديد بعد الفاصل وبالتأكيد فيه تغطية حية بالتأكيد من صالة سيتي كلاب في ملعب السلام بعد فوز الأهلي على سبورتينج بنتيجة 2019 وانتصار مهم جدا بيقرب فريل أنسات من الفوز بالدوري قبل اللقاء الأخير إن شاء الله أمام الشمس غدا في ختام دوري المرحلة النهائية من دوري السيدات لكورة اليد أذهب مباشرة إلى صالة سيتي كلاب مع الزميلة العزيزة روزان ناصر وعندها بالتأكيد لقاء مهم جدا مع من خالد اتفضل يا روزان من جديد برحب بيك جميل العزيز محمد تعيد وبرحب كمان بديوفك الكرام في الستوديو وبرحب كمان بمشاهدي قناة الأهلي بكل مكان مكملين لقاءاتنا معايا النهاردة دلوقتي واحدة من لعبي فريل نادي الأهلي مننا خالد برحب بيكي طبعا من وورة شاشة قناة الأهلي ألف ومبروك طبعا الفوز كلميني بقى عن أبرز التعليمات من المدير الفني قبل مباراة النهاردة الله يبارك فيكي النهاردة كان فوز غالي قوي طبعا الكابتن على طول بيقول لنا نحيازم نركز دفاع أهم حاجة عندنا إحنا ما بندفع كويس بنقدر نلعب ونجري ونجيب الماتش فبالنسبة لنا هو دي أكتر حاجات الكابتن كان بيركز عليها طبعا يعني مباراة كمان بكرة ممكن تكون أسهل شوية من النهاردة بس شايف المباراة ازاي والله يبصي إحنا كده كده بالنسبة لنا لازم بنلعب على المكسب فبالنسبة لنا كل مباراة مهمة وكل مباراة لها حسابتها ولازم دايما بنحترم الخصم وإحنا بالنسبة لنا المباراة دي إحنا بنتعبنا طول السنة ده من أطول المواسم اللي جات علينا في اللعبة وكان موسم طويل ومرهق وإحنا عايزين نبقى فرحانين وإحنا كسبانين بكرة إن شاء الله فبكرة إن شاء الله هنلعب كويس قوي عشان يعني نكسب وناخد البطولة بالتوفيق لكم إن شاء الله بشكرك جدا ده كان لقاءنا يعني يا محمد مع كابتن مننا خالد يعني بشكرك جدا وعودة لك مرة تانية للستوديو أكيد شكرا جزيلا للك يا روزان وكل التوفيق يا رب بإذن الله لفريق الأنسات جدا أمام الشمس في المباراة الختمية وتكون إن شاء الله تتويج لهذا الفريق إن شاء الله للفوز بالدورة طيب كابتن محمد عبد الله يمكن نتيجة لانتصار الفوز تكلمنا عن إهضار الفرص تكلمنا عن طبعا رميات الجزاء اللي تم إهضارها في المباراة لكن كل اللعبات كانوا بيتكلموا إن كان فيه توطر كان فيه خوف من الخسارة مجهود موسم كامل كان ممكن يضيع عايز عرف تعليح حضرتك على التصرحات اللي قالتها اللاعبات وفي نفس الوقت كمان رؤيتك للشوت الثاني وإن اللي اختلف للأهلي في الشوت الثاني عن الشوت الأول هو ما تبعين اللي إحنا ما ذكرناهوش إن اختلف طريقة اللاعب بتاعة الأهلي في الدفاع بالذات بين الشوت الأولين والتاني لأن نجح كابتن يحيا في بداية الشوت الثاني إنه هو يلعب دفاع عالي فقدر إنه هو يحد من تحركات لعاب سبورتينج خصوصا في التحركات العرضية ولما وقف نورين كالد قدر إنه هو يعني يحد من الخطورة بتاعة التصويد من خارج المنطقة لأن نورين كانت بتعمل تحركات بتقدر تكلف الدفاع الأهلي وده كان باين قوي في الشوت الأوليني لدرجة إنها كانت جابت حوالي 8 بوال في الشوت الأوليني في الشوت لوحديها من 12 جول شوتت في المقابل كان الدفاع الهجوم بتاع الناد الأهلي على سبورتينج إن كان اللعيبة بتحاول إن هي تروح بتحركات عرضية سريعة علشان تكلخل الدفاع بتاع سبورتينج في التسليم وتسلم بالنسبة للخط الخلفي وده بن أكتر لما سندوس نزلت قدرت إن هي تحرك الخط الخلفي كان دعاء حلمي كانت برضو ما نزلت عملت خطورة كويسة من ناحية الباكرايت وكانت إسراء وسندوس قدروا يلعبها على الثلاثة الخط الخلفي بتاع سبورتينج ففتحوا صغرات كتير وكان النتيجة إن النصرة قدرت تاخد كذا كرة على الدائرة بس هو كان فيه فعلا رؤونة الخوف من الخسارة ممكن كان وارد إن هو سبب ديع الفرص رؤونة في التزديد بدون رؤية ده كله كان مكتف الجيم مع إن أنت كان ممكن تفتح الجيم فرق أربعة وخمسة بخصوصا أن أنت جبت خمس تجوانا في أول شوت تاني من اللي تفوق أكتر في الفاست بريك؟ إحنا يمكن نجرينا في الشوت التاني حوالي ثلاثة أربعة فاست بريك بقاطع قوار من لعبة سبورتينج زائد اتنين فاول عكسي إدارنا إن إحنا نرفع الفرق بتاعنا ونوسع الفرق بيننا وبينهم أكيد طيب أخرج إلى فاصل تاني وبعد الفاصل بإذن الله نرجع نكمل حوارنا مع الكابتن ياسر صلاح والكابتن محمد عبد الله أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من الستوديو التحليل لأفطال الصلاة بعد فوز اليوم فريق اليد للأنسات لكرة اليد على فريق سبورتينج بنتيجة 20-19 أداء وعلى أروح في الشوت التاني بالتأكيد تم معالجة بقى الأخطاء الفنالي كانت في الشوت الأول وده دليل حتى لو بصنا على السكور في الشوت التاني يعتبر فريق الأهل متقدم عشرة سبعة كابتن ياسر شوت تاني مختلف عن الشوت الأول أكيد يعني أنا عندي النهاردة أنا كسبت هنتكلم بقى على الحاجات والمكاسب اللي احنا كسبناها أنا عندي طبعا غادة نجمة عاملة ماتش كويس جدا عندي من عرفة فكرة من عرفة أنا بشوفها الأول مرة بالشكل ده ده حاجة كويسة عندي إسراء السيد طبعا نجمة أرجو أنها تتكمل وتبقى أحسن بكرة عندي مفاجأة طبعا دنيا سقر بصراحة أنا شايف في المكسب ده لها يد كبيرة ورغم أنها ملعبيتش شوت تاني بس هي في شوت الأولاني أنا شايف أنها كانت عشرة عشرة وكان أتمنى أنها تبقى في الشوت التاني تبقى موجودة بقول لهم كلهم كلهم نجوم وإن شاء الله نتفرج على مباراة بإذن الله بكرة تبقى كويسة للنادي الأهل طيب كابتن محمد مين أبرز لعابة النهاردة من وجهة نظرك أدائها كان أفضل وإيجابياتها أكتر في الملعب أكتر من أي لعابة أخرى اللي كان بن في الشوت التاني كان عجبني أداء دعاء حلمي لما نزلت كان لها تأثير في التصويب من بره ستة متر والاختراقات سوندوس بدأت تفوق شوية اللي عجبني برضه كان أداء إسراء في الشوتين كانت هيلة بصراحة يعني كان وجودها في الملعب مهم جداً اللي كانت كويسة وحسيت أن هي قريبة برضه من اللاعبين وأدت اللي عليها فرح هذا دي لعبة نشيئة وكان أداءها كويس بشويش إذن الكابتن ياسي صلاح والكابتن محمد عبد الله اتفقوا على أن إسراء السيد من أفضل اللاعبات اللي كانوا موجودين لأن شفنا أكتر من إسمها كان إسراء الاتنين اتفقوا على أنها يكون أفضل من ضمن النهاردة في الأداء بالنسبة لأداء مباراة الأهلي وسبورتينج طيب أنا عايز أتكلم على النقاط لأن فوز الأهلي النهاردة على سبورتينج الأهلي حالياً عنده 8 نقاط الشمس 6 نقاط ونصف سبورتينج 4 نقاط والزمالك نقطة ونصف بالتأكيد خلاص زمالك بيبتعد عن المنافسة يمكن نظام كرة اليد مختلف شوية يمكن اللي بيخسر بياخد نقطة اللي بيتعادل بياخد نقطتين واللي بيكسب بياخد 3 نقاط مباراة بقرة الأهلي والشمس الأهلي عنده 8 نقط والشمس عنده 6 ونصف الشمس حتى لو خسر ضمن المركز الثاني لأن سبورتينج لو كسب هيبقى 7 نقط والشمس لما يخسر بدل ما يبقى 6 ونصف هيبقى 7 ونصف ضمن المركز الثاني طيب مباراة بقرة وبنتكلم بقى في الدعم المعنوي ننسى بقى كل سلبيات النهاردة نركز في الإيجابيات بقرة انت خلاص خطوة على تحقيق اللقب بطولة النقطة اللي أنا ألقان منها واللي حتى اللي أبت في تصرحاتهم يتكلموا عليها إن كان فيه قلق من خسارة المباراة عشان ما يفقدوش البطولة هل ممكن القلق ده يستمر معامل بقرة ولا بالعكس ممكن يكون فيه دفعة معنوية إنهم كذبوا الزمالك كذبوا سبورتنج فبكرة خلاص مباراة الشمس المباراة الأخيرة بس هم تعودين مع البنات وأعتقد هم لسه يعملوا الكلام ده والجهاز طبعا كله النهاردة هيروح يرتاح هتبقى فيه نتعب على الشمس يوم المتحدة هيبقى فيه أعادات مع الفرقة للتحفيز والهدوء إنهم يركزوا شوية وأعتقد إنهم هيسترجعوا تاني قوتهم وأنا أتوقع إنه مطش بكرة هيبقى مطش من النادي الأهلي عالي جدا وإن شاء الله أنا شايف بالمكسب إن شاء الله كابتن محمد والله إن شاء الله بفرق النقاط والشكل اللي احنا تكلمنا عليه ده أنا في حاجة بس نذكرها في الحديث ما ذكرتش ناصرة عيد كانت هايلة في الدفاع في الشوت الثاني تمام وقدرت إنها توقف مفاتيح لعب دعيب سبورتنج خصوصا في قلب الدفاع إن شاء الله اللعيبة يعملوا الريكافوري كويس النهاردة إن شاء الله يناموا كويس حمل مطشين واربعات في يومين برضو حمل عالي بكرة مش محتاجة المباراة الإسمة على اثنين رؤية لللعب بتاع الشمس يقدروا إن شاء الله يعوضوا المطش بتاع الشمس اللي أنا شفته برضو المطش اللي فات إن كان برضو أداهم متزبزب شوية وكان برضو يمكن كان حمل عالي برضو عليهم إنهم اللعبوا برضو كذا مطش واربعات فدام يعني ممكن تبع حالة خاصة كده يعني إن شاء الله يعملوا مطش بكرة إن شاء الله ويكسبوا البطولة بإذن الله كابتن ياسر صلاح أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التقطية وعلى هذا الحديث الفني على المباراة اليوم النهاردة بتأكيد وإن شاء الله بإذن الله بكرة بقى تستكمل على خير ويكون في تتويج للبطولة بإذن الله شكرا جزيلا كابتن محمد عبدالله نورتين وشرفيني وقل التوفية رب للأهل غدا بإذن الله إن شاء الله بإذن الله يكسبوا ويعبروا مباراة كويسة إن شاء الله بكرة بإذن الله إلى هنا نصل لختام للستوديو التحليلي من أبطال الصلاة والحمد لله يمكن نتيجة موفقة ونتيجة جيدة فوز أنسات كرة اليد في النادي الأهل على سبورتينج بنتيجة 20-19 نتيجة بالتأكيد بتثبت إن المباراة كانت صعبة لكن إن شاء الله بكرة بقى الفرصة الأخيرة والخطوة الأخيرة بإذن الله للفوز بالدورة عشان يبقى تتويج لموسم كامل لهذا الفريل اللي عمل موسم رائع جدا على مدار سنة كاملة مع الكابتن يحي يوسف واللعبات أدوا بالتأكيد مشوار طيب الفوز على الزمالك الفوز على سبورتينج بكرة إن شاء الله مباراة الشمس في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية من دور كرة اليد للسيدات أشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله بكرة إن شاء الله يكون في تتويج لفريل الأنسات ونحتفل جميعا إن شاء الله بالفوز ببطولة الدوري لكرة اليد للأنسات مع فريق النادي الأهلي شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء